السلام عليكم و احلى بكم في قناة مانو للهند بيدو الكروشيه. النهار ده هشرح لكم طريق تعمل تيربول البانوتاتي او الحريمي. بالنسبة للتيربول ده انا هوضح لكم ازاي ننفذوا لاي مقاس من خلال مقاس دوران الرأس للشخص اللي احنا عملها على التيربول دوت. وانا كنتو شرحت لكم مقاس دوران الرأس دوت. بالتوصيل هسيب لكم لينك الشرح بتاعه في الوصف واسفل الفيديو. النهار ده هشرح لكم التيربول ده بالتوصيل بس ما تنسوش تشتركوا معي في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشاجعوني بلايك وشيل عقبت الفيديو عشان اقدر اوصل عدد ناس اكبر. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل التيربول. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل التيربول. بالنسبة للأزوات اللي هستخدمها. انا هستخدم خيط صوف. هستخدم الخيط الصوف ده. الخيط الفتلة دي سميكة. وهستخدم ابرا مقاس سبعة مليمتر. طبعا انت ممكن تقدري تستخدمي المقاس من ستة ونص وطالع على حسب ما انت حابة. ما يقلش اكتر من كده لان التيربول بتاعنا عريض وبنحتاج ان احنا الغرزة بتاعتنا تبقى كبيرة. هنبدأ دلوقتي هنشتغل التيربول علشان نشتغل التيربول دوت لاي مقاس. عاوزينه بنحتاج مقاس دوران الراس للشخص اللي احنا هنمل لها التيربول دوت. وبناء عليها هنبدأ نعمل القطعة بتاعتنا اللي هي في بداية التيربول. اللي هو اطار او الاطار اللي من تحت في التيربول. فانا برتفع هرتفع بعشرة غرزة السلسلة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. اوكي بعد ما ارتفعت بعشرة غرزة السلسلة كده بالشكل ده بسيب غرزة والتانية بدخل باخد لفة. بسيب غرزة التانية بدخل في الثالثة بعمل فوقيها. غرزة عمود Leah billions التي بعدها كمان غرزة عمود بلافة بالشكل ده. الاتنين هذه اللي بعدها. اجمالي عدد الغرز هتبقى عندي تمانية غرزة عمود بلافة كده. فؤكر الغرزة غرزة عمود بالفة زي ما انت شايفة كده. انا كده وصلت لنهاية السطر فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما وصلت لنهاية السطر الخطوة اللي بعد كده هرتفع باتنين سرسلة وهلف القطع كده بالشكل ده هاجه هشتغل في الحلقة الخلفية من الغرزة. الغرزة فيها حلقة امامية وحلقة خلفية. تمام? هي تبقى من شواضحة شوية. تمام? آآ فباخد لفة وبنزل في الحلقة الخلفية كده من الغرزة كده بالشكل ده. وبعمل فوقيها غرزة عمود بلفة. ودي الحلقة الخلفية. وغرزة عمود بلفة. فوق كل غرزة كده بشتغل غرزة عمود بلفة بلفة في الحلقة الخلفية. لحد ما بوصل لنهاية السطر. الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه? هرتفع برضو باتنين سلسلة بالشكل ده. كده دي واحد اتنين وهلف القطعة. هشتغل فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية لحد ما بوصل لنهاية السطر. وبرتفع بالقصد لحد ما بوصل لمقاس دوران الراس. وانا كنت وضحت لكم مقاس دوران الراس لاي مقاس. هسيب لكم لينك الجدول آآ بتاع في الوصفة اسفل الفيديو. كده بالشكل ده فوق كل غرزة. غرزة عمود بلفة في الحلقة الخلفية. هكمل لحد ما بوصل لمقاس دوران الراس اللي محتاجة. وبناءا عليه. هنبدأ بعد كده نكون التربو بتاعنا. انا كده ارتفعت كده بالقصد لحد ما وصلت المقاس بتاعي. هنبدأ دلوقتي نعمل ايه? الجزئين دولة هنقفلهم على بعض. انا آآ المقاس ده انا بحب ان هي القطعة ديته بقى عريضة. تمان? آآ لاني بتدي شكل جمالي كده في الايس كاب. طيب هنقفل الجزئين دولة علشان بعد كده نشتغل بشكل دائري ازاي? باجي كده قادف الغرزة. اهو. والغرزة المقابلة ليها على طول. بدخل فيها كده بالشكل ده. وبعمل غرزة حشو. تمام? الغرزة والغرزة المقابلة ليها. وبدخل فيها بعمل غرزة حشو. الغرزة والغرزة المقابلة ليها. بدخل فيها وبعمل غرزة حشو بالشكل ده بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر. تمام? طيب بعد كده الخطوة اللي بعد كده بعمل ايه? بروح لفة الجزء بتاعي كده ده. تمام? ده اطار. ده الاطار بتاع ايه? ايه? بتاعنا. بعد ما خلصنا كده الجزء ده. تمام? وقفلناه كده بالشكل ده زي ما انت شايفها. هنشتغل على الحلقات على الغرز اللي احنا عملناها في حلقة دائرية. طيب ازاي? بدخل كده في الغرزة بالشكل ده. وهرتفع باثنين سرسلة. او بغرزة سرسلة واحدة بس عشان احنا الابرة اللي احنا بنشتغل بها عريضة كبيرة. تمام? فباخد لفة بنزل فوق كل غرزة هشتغل غرزة نص عمود. بالشكل ده. باخد لفة بنزل في الغرزة وبعمل غرزة نص عمود. انا كده وصلت لنهاية الساطر فوق كل غرزة غرزة نص عمود كده زي ما انت شايفها كده بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هعمل ايه? هدخل في السلسلة اللي هي سلسلة الارتفاع وهقفل كده بمنزلقة. تمام? وبعد كده هرتفع بغرزة سرسلة كمان وهشتغل فوق كل غرزة نص عمود غرزة نص عمود كده بالشكل ده. اهو. فوق كل غرزة نص عمود وغرزة نص عمود. كده. بنفس الطريقة كده. لحد ما بوصل لنهاية الساطر وبرتفع بالاسطر. لحد ما بوصل لطول بتاعنا. طيب طول بتاعنا بنحسبه من فين? مش بنحسبه من الاطار اللي احنا عملناه دوت او الجزء اللي احنا عملنا ده اللي ارتفعنا به. لأ هحسبه من بداية آآ غرزة النص عمود. طيب ليه? علشان انا بحتاج التربو بتاعي يبقى اطول من طول الايس كاب الاساسي. تمام? اطول من طول الايس كاب الاساسي. آآ طيب. آآ فانا بالنسبالي هرتفع بالاصل لحد ما الطول من هنا من اول غرزة النص عمود يبقى عندي خمسة وعشرين سنتي. تمام? خمسة وعشرين سنتي. هكمل بنفس الطريقة فوق. كله غرزة قابلني غرزة نص عمود لحد ما بوصل لنهاية الصدر. وهرتفع بالاسطر لحد ما بوصل للطول اللي محتاجه. وهنرجع مع بعض نقفل الافلة النهائية للتربو بتاعنا. انا كده ارتفعت ووصلت للطول اللي انا محتاجه من التربو زي ما وضحت لك ازاي. بعد ما بوصل كده انا قصيت الخيط. هبدأ دلوقتي اعمل ايه? باجي مررت الخيط في ابرة التنظيف ديت. باجي في اطراف التربو. اطراف الجرس كده. بابتدي ان انا امرر بابرة التنظيف كده الخيط بتاعي. بالشكل ده زي ما انت شايفها. كده. اهو. بابدأ بعد كده اعمل ايه? طرف الخيط ده اللي عندي ده كده. بابدأ ان انا اشد كده الخيط بتاعي علشان اتفادل فراغ ده. اهو. بشده كده بالشكل ده. بحيس ما يبقاش فيه فراغ في التربو عندي كده من فوق. بعد ما بشده كده بابدأ ان انا امرر الخيط. بيبقى الشكل النهائي للتربو كده معايا بالشكل ده. زي ما انت شايف كده الاطار ده انا حابة ان هو يبقى طويل كده. اه بالشكل ده زي ما انت شايفها. وده كده الشكل النهائي للتربو. انا كده وضحت لك ازاي تنفذي لأي مقاس حابة من خلال مقاس دوران الراس زي ما وضحت لك. تقدري تعمليه تنفذيه باي لون انت تحبيه. وده كده الشكل النهائي. وبكده بقى انتهيت من طريقة عمل التربو. ودل وقت وصلنا مع بعض النهائة الفيديو. اتمنى تكونوا سفدتم. وقدرت اشرح لكم طريقة عمل التربو كدريسة على بسيطة. لو عندك ايمن حوزة او السبسور. تقدروا تسميكم منتا اسفل الفيديو. اولو صبحتنا على الفيسبوك. هتنا لينك الموجود في الوصفة في الفيديو. متنسوش تشاركوا معي في القناة. وتفعلوا زر الجرس. وتشجعوني بلايت بشيء العقم في الفيديو. عشان اوضر اوصل لعدد ناية اكبر. وتقدروا تابعونا على الويبسايت بتاعنا. اولو صبحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. هتلاقي لينكات موجودة في الوصفة اسفل الفيديو. اشوفك عالخير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقراءة الا الله.